تتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية والأجنبية للبحث عن المفقودين وجثث ضحايا الفيضانات في مدينة درنة وأكد الهلال الأحمر الليبي أن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر يأتي هذا فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عن تقسيم درنة إلى أربع مناطق لسهولة عزلها في حال تفشي أمراض أوضاع صعبة تعيشها مدينة درنة شرقية ليبيا عقب كارثة الأعصار دانيال وما أسفر عنه من فيضانات غير مسبوقة تسببت في مصرع أكثر من أحد عشر ألف شخص إضافة إلى أكثر من عشرة ألاف آخرين في عداد المفقودين وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة فضلا عن تدمير 891 مبنى بشكل كامل ما حول المدينة إلى أثر بعد عين طواقم إغاثة وفرق إنقاذ ليبيا وإقليمية ودولية تعمل في درنة وبقية المدن والبلدات الواقعة الشرقية ليبيا طواقم وفرق من مصر وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا تواصل الليلة بالنهار لانتشال جثث الضحايا وإزالة ركام المباني المهدمة وفتح الطرقات المغلقة أوضاع يزيد من صعوبتها غياب التنسيق والأولويات فرغم وصول مئة الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المنكوبة إلا أن وطيرة إيصال المساعدات إلى المتضررين لا تسير بالشكل المطلوب نتيجة عدم وجود جهة ليبية موحدة لإدارة الأزمة كما يشكو السكان من نقص في المياه الصالحة للشرب وهناك مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة انتشار جثث الضحايا وتحللها الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تحذر من خطورة المقابر الجماعية وتأثيرها الخطير على المياه الجوفية بالمناطق المنكوبة مر أسبوع على واحدة من أكثر الكوارث فداحة في تاريخ ليبيا لكن يبدو أن تجاوز آثار ما حدث سوف يأخذ وقتا طويلا بدءا من الانتهاء من انتشار جثث الضحايا مرورا بتوفير سبل الإعاشة للسكان ووصولا إلى إعادة أعمار المناطق المتضررة إلى سابق عهدها